اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية ايجاد قوة الاشارة على تطبيقكم سامسونج او هنا على هاتفكم سامسونج نقوم بالضغط هنا على ضبط اليدادات بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على حول الهاتف من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على معلومات الحالية من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على حالة البطاقة وهنا سنقوم بإيجاد قوة الإشارة وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة فلا تنسوا الضغط على الزر لايك والاشتراك في القناة ونعاكم في فيديوهات القادمة ونعاكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله اشتركوا في القناة